نستعرض مقادير البطاطا مقادير البطاطا خطرنا حبتين بطاطا متوسطة الحجم ملعقة كبيرة عدد اثنين زبدة ربع كوب حليب أو أكثر حسب الحاجة رشة جوزة الطيب ملح ورشة فلفل أبيض هلأ نحن رح نحط عندنا بطاطا مقطعة طبعا نقعناها بماي حتى ما تسود طبعا هلأ رح نسلقها بدون ماي بدون ماي بدون ماي اليوم رح نستعرض طرق إعداد الطعام السليم لأنه الناس وسط البيئة الملوثة والتصديع الغذائي ووسط كترة الأمراض في هذا العصر لازم تلاقي حل وتعيد حساباتها منشان تتوازن صحيا لازم يتم إعادة النظر في طرق إعداد الطعام السليم اليوم حكينا عن الطبخ بدون ماي نحن حطينا هون البطاطا البطاطا بدون ماي وعيرنا الطنجرة على حرارة 80 عشان بدها هي الحرارة اللي بتنفي على سلق البطاطا طبعا تحت درجة الغليان برضو حلا أنا شفت هون انتي بس حطيتي هاي تنجرة عملتي اشي حطيتي على درجة معينة ايش اللي عملتي هون هون عنا اللي هو المؤشر هاي تناجر اللي جديدة من زبتر فيكي تكبسي بتتحدد الحرارة اللي انتي بدك ياها لتطبخي عليها والوقت اوكي صحيح فإذا في عنا تلك ترق لزبينة اللي من عشرين سنة مشتريين من عنا بيقدروا بس يصير المؤشر ببداية الأصفر يوطو الغاز وبدو يثبت في وسط الأخطر هلا في التقنية الجديدة في عنا مؤشر رقمي بس يوصل نحن بناقدر نحدد درجة الحرارة مثلا على تمانين وطبخ كل طبختي على تمانين ونقدر نحدد الوقت هلا لما بيرمش الضو وبيقلي انه وصل التمانين انا بعرف انه انا عم بطبخ الأكل على درجة تمانين ولما بيوصل الوقت مثلا على أنا معيرته 20 دقيقة على 20 دقيقة كمان بيعطيني مؤشر انه هلا مضى 20 دقيقة والأكل جاهز هيدا رقم هيدا مؤشر ذكي لانه نحن في حيات نقول في عنا سمارت فون فإذا نحن في عنا سمارت بوت في عنا سمارت لايف في حياتنا اللي بدنا نكون أذكياء لنخفف التعب علينا ونختصر الوقت هلا حكيت مدام فاطمة انه طبخنا بدون ماء البطاطا لكن العدس حطينا له ماء اه طيب نحن منطبخ بدون ماء الخضار لانه ميطة فيها واللحوم لانه ميطة فيها لكن البقول والرز لازم نحط لهم صح لكن اللي بيختلف انه نحن لما نحطينا للعدس ماء الماء عم تطبخ تحت درجة الغليان كيف؟ يعني بالمنطق لا يجوز ذلك لو افترضنا هذه آنية وفي تحتها ماء بالطبيعي اي شي في تحته ماء بيصر في غليان صح بآلية زبتر لو حطيتها على الغاز فيها ماء لطفض إصطوات الغاز ما تخلص منها الماء شو السبب؟ بسر آلية زبتر انه تطبخ بدون ماء وتحت درجة الغليان لانه في قاعدة بالفيزيا بتقول قاعدة التوازن الكمية المفؤودي بتسوي الكمية المكتسبة انا بعطي مثل بسيط حتى لزبايننا مشان يقدروا قيمة المنتج الموجود عندهم نعطي مثل السيارة بالطلعة تعملي لبالنس كلتش بنزين فإذا توازني تعملتي توازن بتوقف السيارة بالطلعة فإذا هون قداش بتفقد حرارة باطية إذا توازنت الكمية المفؤودي مع الكمية المكتسبة بتثبت الحرارة سر آنية زبتن انه بتطبخ بحرارة ثابتة فلمن بتثبت الحرارة تحكمت انه ما تتكسر القيمة الغذائية هيدا من أحد أسرار صحيح هيدا من أحد أسرار الطبخ الحفاظ على الغذاء أثناء الطبخ وهي الطريقة السليمة لطبخ الأكل طبعا هنا هون انكشفت البطاطة هلأ استود هلأ استود سلقة البطاطة بدون ماء اه اوكي اوكي واضحة اوكي هلأ رح نحط لها الزبدة وحنحط لها حليب ورشة ملح ورشة جوز تطيب اوكي 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 هلأ الجعج خلص سكرتي عليها هلأ بنحط له الإضافات اوكي ونحط له كمان خلينا نهرسه أول شيء مع ها مشاي ندوب هلأ هذا إش بطاطة هلأ هذا إش بطاطة اوكي بتكتوطي هون خلص بطاطة اوكي 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 هلأ بدي بدي شوية شوية بعد نعم هل بدي بدي بعد شوية معي شو هي البطاطة في حليب اوكي نحط حليب ليبا لا بسببت هيقلي منيحة هلأ هيك خلاص انتي ما حطت يكل كمية الحليب رح تحط الكوب كامل كل شوية هو حسب ما انتي بتحتاجي قداش بدك اياها كمان هلأ لبن ما نقدم الغطة بيكون قاعدة اذا بتلاحظوا هي بتساعدنا انو نقدم الاكل عشان نحافظ على الترتيب معين اوكي التفاح برضو خالص التفاحتان خالص اوكي هلأ بتشوفي كيف بيكون منظروا بليز اوكي او انا اصلا اطولهم بمعلقتين احسن اشتركوا في القناة